بخمسة أحياء ثلث طلاب الصف الأول في فين لا يفهمون اللغة الألمانية والله يا سيد زمدوح مع الأسف هذا موضوع اللغة الألمانية أن الثلث تقريبا لا يتقنون للغة يعني هذا الشيء منطقي لا يفهمون لا يفهمون بغض النظر يا سيدي لا يفهموها يعني ما بيقولوها في فين عندها تحدي كتير كبير الكمية الكبيرة من أعداد اللاجئين اللي جاءت الفترة الأخيرة أكيد هاي عملت هذا يعني عدم التوازن أو الخلل الموجود يعني ولكن هذا واقع زيدي الكريم هذا واقع وتحدي يجب على بلدية فينة يجب على حكومة فينة أن تقوم بتجاوزه بصراحة بس الأخطر من ذلك الأخطر من ذلك بيقولك التقرير في أشخاص ولدوا في النمسا وأهليهم يعني من القدماء من الجيل الأول والثاني وكذا وأيضا عندهم مشكلة باللغة الألمانية إذن هناك يوجد خلل أو استهتار بصراحة بتعليم الأبناء اللغة من خلال المنزل أو من خلال المدارس نفسها يعني أحنا ممكن هنا نحط الخلل ليس فقط على موضوع كثافة اللاجئين أو كثافة الأجانب والمهاجرون موجودون هنا في النمسا لا أعتقد هناك يوجد خلل بالنظام التعليم نفسه إلى أي حد جودة التعليم يا استاذ ممدوح هي فعليا قادرة على إثمار أو زيادة أو رفع مستوى اللغة الألمانية عند هؤلاء الأطفال طرحة تسؤال كبير هذا بده إجابة من خلال المعنيين بهذا الأمر بس 66% نسبة كبيرة جدا نسبة كبيرة طبعا في وضع الأطفال بيتم تعليم الأطفال اللغة الألمانية كشيء مبدئيا ماذا يتم تعليمهم هذولا كيف عم يتم تعليمهم معناته نحن هاي النقطة هنا فعليا لازم نتوقف عندها ونشوف على أي أساس على أي أساس بتتم هاي الأمور وعلى أي أساس فعليا بيتم التعليم وعلى أي أساس بيتم فعليا يعني فهذا الموضوع هذا تحدي هذا تحدي لمدينة فيينا وهي المعنية بيتجاوزه بصراحة ولازم يرصد له الميزانيات المناسبة ويجب إشراك منظمات المجتمع المدني كمان بهاي النقطة بأنه يكون فيه إلى دور فاعل بعيد عن البيرقراطيات الطويلة إنه فعليا اللي عنده مهارات بس دور مزارة تنمية وتعليم المجتمع المدني يا سيد الكريم هو مفروض أنه يعمل عملية تنظيم لتعليم الأطفال من البداية وتكسيف انت سميها كما تشاء ولكن لك يجب مشاركة الفئات الفاعلة بيئة المجتمع بمنظومة التعليم للخروج من هذه الورطة لأن هذه فعليا بكل ما تحمل كلمة من معنى ورطة يعني هؤلاء الأطفال نظام التعليم حيب الألماني احنا غير رغطه لا لا رح يصير لا لا إنجليزي ولا رح يصير عربي ولا رح يصير كردي ولا رح يصير أي لغة فبالتالي هؤلاء الأطفال هؤلاء الأشخاص الموجودين يجب الضغط بكل الجهات بما فيها بما فيها نظام التعليم من أجل إجبارهم وتعليمهم اللغة لأنه لا نريد أجيال جاهلة لا نريد أجيال مغيبة عن واقعها لا نريد أجيال وأشخاص يتحدثون مفردات وكلمات لا أحد يفهمها إلا هم لا نريد مجتمع متوازن فاهم للغة إضافة إضافة لغة الأم